أن نلتقي بالإخوة القيادين وأن نؤسس لطرح جديد وأنا أود أن أشكر المهندسين لهذه المبادرة يعني أنا اثنين مش مرشحين على هذه الطاولة الأخ أبو الرازي المهندس منصور دهامش وأنا ودورنا الأساسي هو نجاح الأداء السياسي لمجتمعنا الفلسطيني في الداخل مجتمعنا الفلسطيني يتطور في كل المجالات في المجال الاقتصادي في المجال الأكاديمي في كل الميادين حان الوقت للارتقاء في الأداء أيضا في المجال السياسي ولدينا كفاءات وقدرات وهذا الوجوه تمثل هذا الشعب المعطاء الذي لديها الكنوز التي إذا أعطيت الفلسطة تستطيع أن تغير وأن تصنع التغيير ونحن في الحزب الديمقراطي العربي كنا من أوائل من دعم الأخوة في حركة هراك معا وقائمة معا لعهد جديد أولا لأننا بحاجة إلى أعطاء فرصة للوجوه والكفاءات الجديدة وللوجوه الشابة ثانيا أن ننتقل من قضية أو طرح المشاكل إلى طرح الحلول من سياسة التهميش إلى سياسة التأثير لا يكفي أن يكون هناك تمثيل وإنما الترجمة إلى تأثير وأيضا مد الشراكات العربية اليهودية لا يمكن أن يحدث تغيير جدي على الخارط السياسية إلا من خلال شراكة جدية وفقا لبرامج مشتركة وأنا عندي حلم أخي أبو الطيب أنا لسنا فقط أن نبحث عن رؤساء وزراء في أزمات وإنما أن نبحث عن رؤساء وزراء يتبنوا القناعات بإمكاننا أن يكون لدينا 15 نائب عربي مع 15 نائب يهودي كتلة من 30 تستطيع أن ترشح رئيس للحكومة ملتزم لقناعاتنا ولأفكارنا ولنهجنا والأمر الإضافي الذي حافظ علينا في أصعب الفترات حتى في فترة الحكم العسكري هو أن فلسطين كانت بوصلتنا نحن نختلف عن أي حزب في إسرائيل عن شاس وهدوت تراء لأننا أصحاب قضية وأصحاب رسالة ويجب أن نحافظ على هذا التوازن بين انتماءنا الوطني وانتماءنا المدني أن لا ننجرف وأن لا ننحرف وإنما نحافظ على هذا التوازن إذا ألغينا القضية الوطنية ستصبح صهينة الوعي وهو أخطر من احتلال الأرض احتلال الوعي احتلال الهوية وأيضا الانزعاح الكل للقضية الوطنية هو تهميش دورنا السياسي والتأثير وبالتالي هذا الصوت الوطني العقلاني الذي أمن فيه في الحزب الديمقراطي العربي وكنا أول من دعم حكومة رابين وكان آنذاك رئيس الجبهة المرحوم المناضل للقاعدة الذي أفتخر به قاعدة لي وأنا لم أكن في الجبهة توفيق زياد أننا صنعنا التأثير ويجب أن نترجم ذلك من منطلق القوة من منطلق الشموخ ليس من منطلق الخضوع ولا الركوع الفاشية في إسرائيل ومن يقف وراء جريمة حرق عائلة الدوابشي وأبو خذير ومن قاموا بكل جرائم الاستيطان لا يمكن وقانون القومية لا يمكن أن نتوخى منهم الخير الخير يأتي بوحدتنا وبطرحنا العقلاني والمسؤول نحن في الحزب الديمقراطي دعمنا الإخوة في معنى هذا الجديد عندما قرروا خوض المعركة الانتخابية ونحن نرحب ونحيي فيهم أنهم كانوا حرسين عندما أدركوا أنهم مع التغيير ولكن لا يوجد الدعم الكافي للتغيير وإنما لم يصلوا إلى نسبة الحسم فكانوا حرسين على كل صوت عربي هذا القرار ليس سهل هذا القرار صعب هناك العشرات الألاف الكوادر التي كانت تريد خوض المعركة الانتخابية واتخذوا القرار ونحن نحيي هذه الجرأة وهذا الشجاعة نحيي كل الكوادر المؤيدة نحيي الإخوة في الحزب الديمقراطي العربي نتمنى لكم ولشعبنا التوفيق والنجاح وكلمة أخيرة إذا سمحتم لي في إسرائيل لا توجد مسواة في إسرائيل مسواة في يوم واحد هو يوم الانتخابات لرئيس الحكومة صوت ولكل اختيار واختيارة في البيت صوت للشاب والشاب بصوت ولكل صوت نفس التأثير الفارق أن نخرج وأن نصوت وأن أيضا ولي أيضا دعوة ورجاء أن نلغي كضية المناكفات والتخوين والتكفير خارج كموسنا كلنا شعب واحد ألم وأمل واحد ومصير واحد نجاح واحد نجاحنا جميعا أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأفضل ما مني فيه أننا معا نحو مشتركة أفضل من أجل مستقبل أفضل